اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن ازاي كابتن عادل اهلا كابتن اسلام اهلا بيك اهلا وسهلا بكرة شايف المطشي ازاي على طول يعني شايف انه النادي العهلي بعد مباراة سورة بيبقى اكثر شراسة و اكثر قوة والمفترض انه خلاص بقى رجع للدوري المصري تأخرنا كتير في المباريات يعني وعندنا مباراة مؤجلة عندنا ضغط قوي جدا فمباراة بكرة بداية يعني لانه تخط حتة خسارة سندوينز اللي احنا يعني فجئنا بيها ولكن احيانا الفريح يارف يفصل يا كابتن من وجهة نظرك ده اللي بيحصل ده يعني انا كنت لسه يكمل لك احيانا في خسارة تبقى مكسر يعني احنا بعد كاس العلم الاندية وبعد الاداء الجيد اللي عملناه وبعد البرونزية اللي اخدناها بيحصل شوية يعني عدم اتزال لما انت بتفوق بس الفوقان كانت صعب شوية لكن لما يعني بيحصل موقف مفروض ما بيعني دربة اللي ما بتقسمش بتقوي فدي انا بعتبرها انه جات في وقت خسارة مكسب اه خسارة مكسب انا انا من وجهة نظر ليه ليه لانه صحيا بقى شوية نعرف اني بس ده كابتن انا برضو معلش لان انا 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 يمكن من المجموعة اللي بتقود هذا الاتجاه ان الاهلي ما لقبش مطش وحش واهلي لم يكن موفقا في عدم احرازه للأهداف في مباراة ساندونز يعني لو جات الكرة بتاعت شريف لو جات الكرة بتاعت ابشال لو جات الكرة بتاعت كازا لو جات الكرة بتاعت كازا لو عادنا نعد هنلاقي أربع أو خمس فرص كان من الممكن أن يتم تسجيلهم أربع أو خمس فرص حقيقية لو سجل منهم واحدة أو اتنين طبعا وجهة نظري كانت الأمور اختلف لو الحاكم طرد الحارس كانت الأمور اختلف كانت تتفرق مع كتير وبالتالي أنا بشوف أن لا بالعكس أنت لقال لي عمل مبارا جيدة لكن هو سوء التوفيق في إحراز الأهداف تيه وجهة نظري ليه انت حر طبعا لا لا ليه شوف لما بنكسب بنتكلم وبنعدد أسباب المكسب نظبوط لما بتخسر الفرقة القوية اللي تعرف أخطأت في إيه عشان تعالج بسرعة نظبوط ضياء الأهداف ده نوع بالزبط يعني لا ضياء الأهداف كمان نوع من أنواع الأخطاء ونوع من أنواع اللا مبالاة والدلع والأخطاء طبعا ولده خطأ علشان كده بقولك أنه انت لو درست حتة أنك انت فماتش الهلال السعودي فأول هجماتك ربنا وفقك جوال إيه اللي حصل يعني ده اللي أنا بقوله النادي الأهلي عنده مشكلة مع الفرق كلها أي فرقة بتجي تلعب النادي الأهلي كبيرة في أفريقيا وليالة في مصر فرقة صغيرة فرقة كبيرة في كل في أفريقيا كلها بيلعب النادي الأهلي بيلعبوه بالطريقة واحدة وما عندهم شل بلان واحد بس فقط النادي الأهلي لما بيجيب جون الفرق بتضطر أن يتغير لما بتغير النادي الأهلي بيلعب براحته فهو مشكلة الفرق الكبيرة دايما بتبقى الهدف الأولاني لو أحرص الهدف الأولاني خلاص بتلعب بقى لأنه هو بيتخلى عن فكرته اللي هي الدفاعية بقى إحنا أخطأنا ده يعني أهداف يبقى أخطأنا أعداد نفس اللاعبين إن هما ما أحضرزوشي هو أهداف يبقى أخطأ عشان كده بقول لك الخسارة ممكن تديك مكسب تديك مكسب إزاي لأ خلاص يعني إنسوا بقى حتة كسل العلم الأندية ودايما تسحى طب أقول لك حاجة مهمة أوي البطولتين اللي احنا خدناها في بداية المجموعة دايما بتحصل لك في صعوبة شوية احنا اتلعنا تاني في المرتين اتلعنا تاني التسحى وفي العشر اه يعني أنا يمكن كنت في استوديو تحنيلي من قيمة مطشين أنا قلت حاجة وأنا كنت بعنيها بقول ربنا نستر نعدي الفترة الخطرة دي في دور المجموعات ونوصل يعني إيه لإن هيحصل في مشكلة شوية المشكلة لإنك أنت جاي من مباريات كتير قوي وجاي من أجواء لأجواء ومن نوم لنوم وأنا بتكلم عن لعيبة يعني أنت بتتكلم عن لعيبة أن هذه الأهل الدوليين مثلا على سبيل المثال بطولة عربية في قطر بعدين رجع بطولة أفريقية وبعدين كاس عالم الأندية تخيل أنت تلت رجع الدولي وبعدين رجع على السفر للسودان وبعدين اللي رجع بيرجع على الدولي يعني معناها أنك أنت بتغير النومة بتاعتك كل حاجة وبتغير الجو بس من المفترض أنت لعيب مختلف برضو يا كابتن يعني تاخد دايما أن أنت عارف أن كل ده بيحصل أوكي ماهو ده أثرت على المحترفين الأعلى على منيو صلاح على فكرة ما أنا بقول لك حاجة أنت اللي هتقول أنا هقول عكسه عشان نبقى يعني في حوار لا يعني أنا بقول لك أثرت على منيو وعلى صلاح في ريفربول في البداية وبعدين هم ليحقوا نفسهم علشان دي مجموعة كاملة فأنا بقول لك ما بالك بقى اللعيب المصري بيتلق بالذات اللعيب النادي الآلي عشان عندنا دائما أنت بتلعب بطولات أكتر من الأندية المصرية وأكتر من الأندية الأفريقية عشان أنت بيدخلك بطولة أفريقيا وبعدين دائما الفرق الكبيرة بيبقى الضريبة بتاعتها أنه بيبقى عندها لعيبة دوليين كتير يعني فيه أندية بيبقى عندها لاعب أو اتنين لكن الفرق الكبيرة دائما بيبقى مش أقل من سبعة تمانية التاريخ بيقول كده في كاس العالم 90 كنا 13 من 22 في كاس أمم التلعب بطولات اللي خدناهم كنا حوالي 11 من 22 أنا أكلمك على الأندية الكبيرة فأنت عندك هيبقى مشكلة دائما في البدايات يا حد أما الأمور تستقر عندك مشكلة كبيرة قوي الأيام اللي جاية أنت عندك ضغط مباريات بس إن شاء الله يعني لو يعني أنا معرفش لسه تأجل المباراة بتاعة برامة زولي لسه لا هو حتى الآن بيقولوا أنها المباراة هتلاقى في معت لا المفروض تتأجل إحنا ما ينفعش أنا عاوز أقولك حاجة يمكن الاتحادات في العالم كله دايما بيساعدوا الأندية المتميزة اللي بتلعب باسم بلدها باسم الدولة يعني بمعنى يعني أنا النادي الأهلي أو نادي الزمالك لو بيلعب بطولات كتير برة وإحنا محتاجينه إنه هو يكسب فلازم ريحه في الدورة بالأخص بالأخص أنت عندك الدورة المصري طول عمره بيبقى ما بتعملش فيه البلان سنوي مفيش مرة في التاريخ ألا مرة عشان بس الناس تبقى عارفة عصام الكتن عصام عب منام الوحيد اللي عمل الجدول من واحد للآخر ونفزه وكانت ظروف مساعداء ولكن أنا بكلمك على الفترة دي أنت لازم تساعد الأندية ليه علشان أنت عندك السنغال برضو صح عندك السنغال راح جاي لازم لازم أنت في وضع غير عادي فالوضع الغير عادي لازم تاخد قرارات استثنائية أي ما يهمكش حد أنت يهمك أنك أنت يعني كل اللي بيتعمل في الدوريات يا كابتن إسلام عشان إيه عشان منتخب قومي تعرف كده يعني هو بس الناس تغيرت دلوقتي علشان الاحتراف الخارجي فيه فلوس كتير قوي وعلشان الدوريات الكبيرة تحولت لمؤسسات وفلوس وحاجات ومرهنات وحاجات كده كتير تحول الأمر للأندية بيت أقوى من المنتخبات بره مباراة للأندية لكن أنا بكلمك إحنا عندنا هدف كاس عالم يعني أنت عندك كاس عالم فلما يكون عندك كاس عالم يبقى المنتخب أهم فالمنتخب لما يبقى أهم يبقى لازم تريح لعيبة اللي هتلعب في المنتخب يعني أنا لو ناجي الزمالك اللي عنده الضغط ده هقولك ريح لعيبته عندنا زيزو في المنتخب وعندنا كأبو الفتوح في المنتخب وعندنا الوينش في المنتخب إذا كنا نتكلم على المباراة للعابة للناد الأهلي أنا لأ لا علشان بس الناس ما يقولوش ان احنا بندفع النادي الاهله بس لا انا هدافع على انك انت ما تجدليش اللاعيبة الدولية علشان ماهانا كمان كنادي مش هستسنا اللاعيبة الدولية انهم يلعبوا ماهانا دلوقتي ما هو يعني اتحاد كرة القدم هيعمل ايه كل اللاعبين اللي بيلعبوا مع المنتخب حيقعدهم مايلعبوش لا انا بتكلم في الظروف الغير عادية انت باكلمك انا قلتلك باش شرحت لك الموقف بتاع اللاعيبة الدولية بتاع النادي الاهل بالذات الفترة الطويلة دي فترة صعبة جدا عشان كده انا دائما اللاعيبة المباراة اللي فاتت انا مزعلان منهم بالعكس لعبوا وموتوا نفسهم فيه اه فيه تعالي شوية فيه عدم التزان شوية لكن غاز من عنهم انا بلتمثلهم عزل كبير الناس دي تعبت قوي الموضوع صعب جدا للغاية يعني وبعدين انت لعبت برضو تيم كرة كويس يعني لعبت تيم كرة بدأ يشتغل على الحاجات العكسية اللي انت بتعملها ولكن في الآخرة قدر اقولك المباراة بتاعت بقرة يعني اتمنى اتمنى ان احنا نخلصها بدري لو خلصتها بدري لان الفرق تفرقه ومجد عبدالعاطي مدرب محترم والفرقة ممكن تتعبك لو تأخر الهدف والحاجات دي طيب لو تأخر الهدف لو جيل هدف بدري انت حضرتك قلتنا ان تغيير او شكل الخطة بتاعت الفريق بلعب قدامك مهما كان بتغير طبعا بالتالي انت برضو من الممكن انت تغير خطتك انا اتمنى شوف احيانا احيانا في قضية عندي طول الوقت انا بقول مين اللي بيحط خطة اللعب المدرب ولا اللاعبين اللاعب مش المدرب بمعنى مش اللاعب اللي بيقول ألعب كزا لا القماشة بتاعتك لعيبتك يعني مثلا على سبيل المثال ممكن انا كن بحب برع ألعب بربعة عندي واحد زي عماد النحاس مثلا زي كان منو البوزين قالك ماقدرش ألعب بربعة هخسر عماد ممكن ابدأ بيه وطلعه قدام شوي ممكن فانت بتعمل طريقة لعبك على مين على اللعيبة على اللعيبة يعني انا مثلا احنا الفترة اللي فاتت كنا بنلعب تلاتة اربعة تلاتة هو اربعة تلاتة تلاتة اه او العكس انت بتخسر فيها أفشة انا ممكن قلتها يعني أفشة هتخسره دائما في التلاتة اللي قدام اه الا لو أفشة غير من نفسه بمعنى أفشة قدر انه هو زي منتر المباراة اللي هو يلعب ديفندر بالزبط لكن انا دلوقتي لما هلعب أفشة ما يقدرش يلعب على الطرف ولا يقدر يلعب راس حربة أفشة خطورته فين خطورته في الحتة اللي تحت الراس حرب عشان كنا انا بحب دايما في الاندل كبيرة يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ليه لاني الفرق اللي بتلعب قصدك بتلعب ايه يا كابتن الاسلام كلها مدافعين بتلعب خمسة خمسة اه بتلعب مدافع صح طب انا لو لعبت بتلاتة طب ما اعمل ايه يعني انا لا بس خلي بالك هو غالبا ما بيعمل كده مثلا مباراة المقصة هو بدء المباراة من اولها اربعة اتنين تلاتة واحد او اربعة تلاتة تلاتة او كذا او كذا المباراة اللي بعد كده لا مباراة المقصة اربعة اتنين تلاتة واحد مباراة سانداونز هو بدء المباراة اربعة تلاتة تلاتة حمدي ما كانتش بيلعب وراء كان بيلعب في نص المرعب ما هو أنا 3-4-3 4-3-3 أنا بالنسبالي أنا بالنسبالي هخسر فيها لعيب مهم زي أفشا أنا بحب أفشا في اللعب يعني إنه هو بالذات في المباريات اللي هي بتلعب الفرق الأقل منك كتير وإنت 99 أو 100% الفرق أقل منك إنت الناد الآلي يعني فأنت لما تجي تلعب الفرق اللي زي دي فأنت يجب أنك أنت ما تخليش حتة نص الملعب والثلاثة اللي قدام والثلاثة اللي قدام يبقى أنت عايز سرعات بس لازم يبقى في واحد زي مجد أفشا عارف لو مجد أفشا مع الثلاثة اللي قدام بالشكل ده مجد أفشا هيوصلهم أكتر وهايلعبهم أكتر وبعدين أنت أحيانا في مطشط في الدوري مش لازم تلعب بتلاثة زي حمد فتح وديانج والسلية ممكن تستغنى عن واحد فيهم وتلعب بواحد آخر زي أفشا مثلا لأنهم مش الفرق المهاجمة أوي ولكن هو اللي شايف مثلا المسلماني شايف الموضوع وهو اللي بيمرانهم هو اللي شايفهم ولكن في الآخر اللي أنا عايز أقول لك أن احنا نمتلك أسلحة كويسة أوي هارض لك المباراة بتاع السنداونز ولكن هنبدأ من فرقه إن شاء الله مضبوط هل تتوقع أي تغيير في التشكيل في مباراة فرقه بكرة وكده كده ياسر برا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم أنا شايف أنه لازم يبقى مصاب يعني أنا لازم الثلاث مباريات اللي جايين يبقى لهم استراتيجية متصلين ببعض بمعنى إيه يا كابتن إسلام أنه ملعبهاش على حدة فهم هو الهدف المعلن أن أنا بلعب للعيبة فيه هدف معلن للعيبة وفيه هدف معلن وفيه هدف داخلي بتاع المدرب أنا كمدرب هدفي أن أنا أشتغل على الثلاثة أشتغل على الثلاثة بدنيا وفنيا وأفراد بمعنى أن أنا ممكن غير معلن للعيبة أريح عادل أريح أحمد أريح سيد بس كل واحد ياخد فيهم سبعين دقيقة وده ياخد ثمانين دقيقة عشان أنت عندك صعوبة في المباريات اللي جاية عندك المريخ وعندك ساندونز وعندك البرمز وعندك فرق يعني أربع مباريات لازم يتصلوا ببعض فعلشان كده أنا أفتكر أنه فيه هيبقى تدوير يعني ممكن يكون فيه تغيير في فرد أو اتنين في المباريات اللي جاية في التشكيل آه في التشكيل طيب الأهل في المركز الثاني اتنين وعشرين نقطة ثمان مباريات فرقوا في المركز السابع خمستاشر نقطة من عشر مباريات البعض بيعتبر أن المباراة دي سهلة إيه رأيك لا مسهلة مفيش مباراة سهلة في الظروف بتاعة النادي الأهل الصعب ومفيش مباراة سهلة للنادي الأهل على فكرة بجد يعني الكلام ده لازم يعني نبحث فيه قوي مباراة النادي الأهلي دايماً بتبقى صعبة على النادي الأهلي مش علشان الفرق قوية لا علشان ده النادي الأهلي اليوم ده بيبقى فرح للفرق أو بالمعنى الأصح مباراة مهمة للشخص نفسه ومش للفرقة كمان يعني اللي هو عايزة أقولك اللي يتقال عليه يا كاتن إسلام طموح اللاعبين نفسه لأن المطش ده إعلامياً بيبقى قوي جداً اللعيب اللي بيبرص بيعمل فيه أداء كويس بيفضل طول الوقت طول الدوري بيشتغل المدرب اللي بيكسب النادي الأهلي أو بيتعادل معه بيشتغل سنة كاملة من جرم ما يمشوه دي حقيقة يعني فالمباراة بيبقى دايماً فيها صعوبة فيها تحضير يعني ممكن لو أنت تفرجت مثلاً على فرق بتلعب النادي الأهلي وبعدين تتفرج عليهم تاني مع فرق تاني بيلعبوا بعض تحس إنه مباراة عادية لكن قدام النادي الأهلي بيبقى فيه صعوبة جمدة فعلشان كده فيه صعوبات بتبقى على النادي الأهلي إلا بقى النادي الأهلي لما بيخلص بدري بيرجع الفرقة الحجمات الطبيعي فبيقدر يكسب على طول لكن فيه صعوبة طبعاً في المباراة شايف فريق فرقه بقى إزاي فرقة كويسة جداً مجد عبد العاطي أقولك في البداية بدأ البداية اللي هي بداية الصعود آه ما كانتش جيدة بس أنا أعرف مجد كويس شخصية متزنة جداً مدرب يعني شخصية كويسة مدرب بيفهم يعني بيمشي خطوة خطوة حتى حتى تبص تلاقي في المستوى بتاع فرقته في تصاعد عنده مجموعة لعبين كويسين قوي هو كمان من المدربين الهديين نتائجه هتبقى في الأيام اللي جاية تبقى أفضل لأنه مش من الفرق اللي تكسب بسرعة وتخسر بسرعة أو من الفرق اللي تلاقيها مباراة عالية ومباراة هو بيبدأ بوتيرة ويعلى شوية بشوية هو بيدفع كويس قوي وهيدفع أكتر مع النادي الأهلي وشايف أن هي فرقة فيها التزان ما بين الهجوم والدفاع ولكن عنده من الحتة بتاعة القوار العرضية أنا شفتها كتير يعني فيها عنده صعوبة شوية حتة السرد بكات واللعب اللي هو بيبقى فيه لو بيهاجم والحتة المرتدة اللي عليه الوقفة ما بتبقاش يعني وأنا عارف أنه مجده هيحسن منها كتير قوي ولكن في الآخر فرقة كويسة تقدر تقول عليها أن هي من الفرق المتوسطة في الوقت الحالي وهتنهي إن شاء الله هتنهي كويس لإني مجدم دارك كويس طيب هل يتأثر النادي الأهلي بدغط المباراة؟ أكيد موحدة اللي احنا اتكلمناه نادي الأهلي علشان كده بقولك كل لعيبة النادي الأهلي في الفترة دي لازم تكون على استعداد كامل أن هي هتلعب فيها وقتا كبتان إسلام وانت كنت لعيب في النادي الأهلي وانا كنت لعيب في النادي الأهلي أحيانا بتحس أنك انت بعيد وأحيانا بتحس أنك قريب فانت وانت بتبقى بعيد بيتسلل لك حتة أنك انت تهدى شوية حتى في التمريد لكن أنا بقولك أنه الفرقة كلها لازم تعمل حسابها أن هي في أي لحظة هتلعب وفي أي وقت هيلعب لأن المباراة فيها ضغط كبير هنتأثر ولكن التأثر الأولاني كان في سانت داونس ولكن علشان كده أنا قلت لك وبدأت الحلقة معكم بقولك أن في خسارة تبقى مكسب مكسب لما هو قادم دائما أنا بقول أن الخسارة دي مكسب لأنه لازم يخلي بالهم أن في صعوبة هتبقى أن كل المطشطة تبقى فيها قوة والدم النادي الأهلي هل شريف بيواجه أزمة في التهديف حمد شريف حاطت نفسه فيها هو اللي حاطت نفسه كيف يخرج منه أنا زعلان منه أحيانا اللعيب مش عايز تثبت نفسك أنت كلاعيب كويس يعني أنت كنت هدف الدوري والعيب النادي الأهلي نعم والعيب منتخب مصر وحصل لك موقف ليه دايما بتجلد نفسك يعني أنا دانا اللي أنا بقول عليه لازم هدوء شوية أنا حاسن هو بعد الموقف اللي حصل في المنتخب أنا بقول موقف صعب طبعا موقف صعب جدا للغاية والمدرب كان فيه غلطان جدا وأنا كنز علان منه جدا كمدرب إزاي يوصل به الحال أنه هو يوصل لعيب لكده ولكن أنا برضو لعيب محترف أنا ما بلعبش في أي ما بلعبش في أي نادي أنا بلعب في نادي كبير ما هو أنت كده هتخلينا نصح أنا دائما بقول للعيبة إيه إلا أنا مش مقتنع بيك اكسفني عايزك تعمل فيه إيه عايزك تطلعني مش بفهم تطلعني غلطان لا أو ما بفهمش كمان دي حقيقة والله أنا بقول له كده طلعني ما بفهمش إن أنت لما قعدك وتنزل تكسبني وتغير وتعمل وتشتغل وتقول لي أنت غلطاني إن أنت قعدتني أنت بقى محمد أشريب في الوقت ده مش لازم تعمل في نفسك كده مشدود قوي شدد نفسه قوي حاطت نفسه في حتة إنه الهدف هيخلي كويس ودي وحشة أول الهداف الهداف دايما ابعد عن فكرة إنك تجيب جون إنك أنت هداف هتجيب جون لكن فكرة إنك كل شوية هتجيب جون كل شوية هتجيب جون بيمحوا من دماغك التحرقات طبعا بيخليك أنت مشدود دايما بصص في أحيانا أنت ممكن تجيب جون بعد الخطوة الثالثة أو بعد النقلة الثالثة أو بعد اللي أنت التحرك الثالث ليك لكن أنت علشان عايز تجيب هدف فبتتحرك تحرك واحد اللي هو روح عند الجونة علشان يجيب جون لأه رغم ان انت ممكن تروح النحياتي عشان تاخد النحياتي عشان ترجع تاخد من الحتة الفاضية اكتر من كرة في سانداونز شفتها من محمد شريف ومحمد شريف دائما كانت عنده الميزة دي انه لازم اول ما كرة بتبقى على الطرف ده او ده لازم تلاقيه سرق الاولانية ودايما تلاقيه اكتر من كرة جات على العرضة القريبة اللي حصل ما شفتش محمد شريف بيتحرك ما بعد لانه مركز قوي في حتة ان يجيب جون انا بقول لي محمد شريف انت لعب كويس وهداف احنا مش محتاجين منك انك تجيب جون احنا محتاجين انك انك انت تبقى كويس في الملعب واقول له حاجة تانية انزل استمتع باللعب ما تحطش نفسك تحت ضغط ما فيش مشكلة اللعيب الكرة وبالذات الفيرود ودي لازم يخلي بالو منها الفيرود غير المدافع انا كمدافع لو جبت جون في نفسي الناس هتمسكها لطول العمر المهاجم لو ضيعت لو ضيعت الف جون وبعدين جبت جون والتاني هترجع تاني للجمهور علشان كده فرصة المهاجم للرجوع بتبقى اسرع من المدافع واسرع من حالس المرمل للناس دايما بتفتكلك انك انت جبت فينا جون او كرة عدت من تحت ايدك كحارس لكن كفيرود بالعكس انت عندك اوبشن كويس انك انت يا محمد الشريف في اي لحظة هترجع تجيب جون الناس هترجع لك تاني فما تزعلش نفسك وما تشدش نفسك خد الامور ببساطة واهدى شوية علشان ما تثبتش ان انا كنت صح مشانك عادل تمام غياب بياسر ابراهيم هل سيؤثر على الناحية الدفاعية في النادي الاهلي لا بالعكس يعني هو ياسر بيعدي بمراحل قويسة في حياته ولكن عندنا الحتة دي فيها استقرار في الوقت الحالي بالعكس رغم ان بدر بنون غايب لكن محمد عبد المينة عمرجوعه مهمة قوي وكانت حاجة كويسة قوي محمد بقى ركزة من ركائز المنتخب مش النادي الاهلي بس وايمن اشرف برضو ورامي بدأ يرجع يبقى كويس ورامي لما هيبقى كويس وايمن اشرف غيابات وياسر ابراهيم غيابات الاتنين مش موجودين طبعا لكن انا شايف ان انت وبعدين بقى عندك حل سحري حمدي فتحي ده حل سحري اللي هو ايه حمدي فتحي يعني انا اصلا لو انا اللي يعني بلاعب انا مش هلعب حمدي فتحي الا سردباك تاني عشان انا مش هلعب الا بسردباك واحد بمعنى يعني مش هوقف في سردباك لحمدي فتحي يبقى موجود سردباك وهيطلع حمدي فتحي نص الملعب لما الكرة تبقى معايا هبقى زيادة هبقى فيه عندي واحد والاتنين الزهير بيهاجم واحد بيرجع وعندي تلاتة دفندرات فوسط الملعب فانا يعني دايما بقول ان حمدي فتحي ده حل سحري للمنتخب والنادي الاهلي انه هو يلعب كسردباك ويطلع نص المرأة بمناسبة المهاجمين انا اسف لما ارجع مرة تانية لمحمد شريف لانه هل خطط اللعب الحديثة هبتخدمش المهاجمين في العالم كله مش بتكلم على النادي الاهلي بمعنى ان الكل دلاتي بيتجه للقادمون من الخلف زي ما كان الله يرحمه كابتن حفاد انا بيقول دايما ما انا ببقى قادم من الخلف ما فيش دلوقتي فروت تقليد اللي هو جواسته مثل ريفربول التلاتة اللي قدام لا مركزية كله بيتحرك في المكان اللي هو عايزه بس لازم يكون في تواجد لواحد في الوسطى واحد في اليمين واحد في الشمال عشان طريقة اللعب لكن انت مثلا لو بصيت على باير نميونيك ما انت عندك ليفا واحد من رؤوس الحربة هتلاقيه دايما بيعمل ايه عشان بياخد الخط الامامي العمود الفاق بتاع نص الملعب بنزوله ما بيبقاش على الطرف عشان هو بيلعب بدمغه كويس هو بينزل لتحت لكن تحركه مش تحرك رأس حربة تقليدي ما بقاش كده لان اللعبة بيبقى في مساحة صغيرة دلوقتي لكن انت دلوقتي حتة طريقة اللعب لو ما تغيرتش انت كمحمد شريف معاها هتبقى عندك انت المشكلة مش عند طريقة اللعبة نفسها لانه الدرق الدفاعية دلوقتي محتاجة منك انك انت السبيترن والسرعات الصغيرة والخطف والحاجات دي مش شغل رأس حربة بس بالعكس ده شغل ده شغل كمان واحد بنص الملعب وفيه نقطة كبتن السلام عزيلك عليه هو مسمى اللاعب يعني انا بلعب باقرايت انت كنت لعيب باقرايت ودايما كنت بشوفك مهاجم على طول طول الوقت تمام انت لما بتروح في ناحية اليمين انت بتبقى ايه ببقى ونجرايت بتبقى ونجرايت لما بتدخل نص الملعب بتبقى ايه لعب نص هي كرة القدم كده فانا كراس حربة لا بس برجع لمركزي اي انا عارف في الاخر ترجع لمركزك في الحتة انك انت تدافع في مركزك لكن طول الوقت انت بتلعب ايه علشان كده الكرة الحديثة مفيش لعيب بلعب مكان لانك انت لو لعبت مكان واحد هتبقى محدود شكرا وهتبقى محدود لكن انت لازم تعرف وانت بتقطع في وسلملعب وانت بتباص في وسلملعب حتى لو انت بكرايت هترجع مكانك الوقت الاكبر هتبقى في البكرايت لكن انا بتكلم على المحمد شريف اللي انت السؤال اللي قلته محمد شريف احيانا لما بيبقى طرف عاوز يهرب من المدافع صح بيبقى وانجي ليفت او وانجي رايت لما بينزل شوية بيبقى لعيب نص ملعب امتى بيبقى يا راس حربة بس لما الكرة بتبقى عالة راف صح وهو عاوز يفنش ويجيب جون يعني فترة اللراس حربة بتبقى قليلك جدا صح يبقى انا لازم يا شريف اتغير في حتة التحرك عشان كده انا بدأت الكلام معاك على شريف قلتلك فكره انه يجيب هدف هو اللي مخليه عدم حركته كتير وعدم حركته كتير بمعنى انه هو عاوز يتمركز علشان الكرة تجيله جيب جون لا انت لازم تتحرك اكتر من كده يا شريف ولازم ما تديش دهرك للجون شوي احيانا الفرود اللي بيدي دهره للجون بيبقى العدلة بتاعته صعبة بيقع في الافصاد كتير والحاجة المهمة اللي عايز اقولها برضو لشريف ودي مهمة جدا فضل ودلوقت الروس حربة في العالم كله بيشتغل عليها عليا زمان انت ما تبصش اللي عليا زمان انت ترقبه زي ما هو بيرقبك لو لعبت عليه عشان هو لبسه مختلف هيبقى افضل هتضرب الافصاد اكتر من مرة يعني انا دايما نقول للرأس حربة اللي يلعب معي وانت بتتحرك ما تبصش على اللعيبة بتاعه عشان تقسر الافصاد طب ما ممكن واحد يكون بعيد انت مش شايفه لا اشتغل على الله زمان كأنك انت عشان كده لازم الرأس حربة ما يديش دهره للجون لازم يبقى في جنب الجنب بيتشوف كأنك بتجري كتري زي الحاكم بالزط لو شفت انت اللي يجب ان اشتغل عليه لو اشتغلت عليه اكتر من مرة تكسر افصاد طيب محمد نصير ودخول الناشئين كيف ترى دخول الناشئين في هذه الفترة محمد نصير ده لعب كبير قوي جدا فهم اتخير يمكن كان من محمد نصير اصلا بلعب ديفندر مش بلعب سردباك او بس لعب في البطولة اللي فاتت سردباك لان محمد نصير من اللعيبة لما جيت ومسكت الفرق اللي تحت الفرق الاول انا مطلعه من الفرقة الصغيرة وكنت باخده محمد نصير ومحمد عبد المنعم كل دولم خطهم من الفرقة الصغيرة عبد المنعم ونصير وزياد طارق وكزا وشوبير ومصطفى شوبير وفخري كل دولم كانوا بيلعبوا في فرق تانية وانا اصرتوا عربي بدر وانا اصرتهم طلعتهم معاك والبادري ومصطفى البادري انا اصرت انه يبقوا متواجدين معايا علشان هما اللي يبقوا قريبين للفريق الاول فمحمد نصير اصلا كنت بلعبه دفندر كان هو الاتنين الدفندر اللي عند اللي بيلعبوا ومعهم مصطفى كان محمد نصير وكان عربي بدر الاتنين دفندرات محمد نصير من اللعبة الهادية قوي يمكن عنده بس بضلق كان في الفترة كان عنده الترقوة دايما كدفه كان بيحصل له مشكلة بيخلع منه والحمد لله عمل اكتر من عمل عملية لكن هو من اللعبة الجيدة قوي اعرف لو رجعت بذكرتك كده هدي خشبة شوية هدي خشبة في نص الملعب ولكن لما بيلعب سردباك هدوء بيخليه يعرف يلعب في السردباك وبيعرف لانه كرته عالية قوي بيلعب بدماغه كويس وانا كمان عاز اقولك على محمد نصير انه هو كمان بلاي مكر كويس وبيعرف يلعب وبيوز وهو دي طريقة اللعبة اللي بيلعب بها نادي الأهلي لو تطلع من وراء لقدام عندنا في النادي الأهلي الصروة كبيرة قوي من اللعبين خلي بالك يمكن الصروة دي بدأت فيها استثمار بدأ يبقى فيها انت قاديك بتشوف لعيبة اصلا كن يتم اعارتهم ده كان مغربي واسر معي هنا وتكلموا عن اعارتهم خلال الفترة القديمة طبعا أصله اعارة يعني مثلا تخيلوا انتو اكرم توفيق لو ما كانش تلع اعارة كتر من مرة ما كانش لعب كتير ما كانش باني انه اكرم توفيق طبام اقولك حاجة زياد طاري مورح الاسماعيلي ولعب برضو كان اعارة فخري مورح برضو ري حمد عبد المنعم حمد عبد المنعم من اللعيبة من اللعيبة الكويسة قوي اللي هو استفاد منين لما خرق سموحة وبعدين فيوتشر وبعدين رجع النادي الاهلي تاني ما هي دي؟ ما هو ده المشروع اللي احنا كنا بنتكلم عليه دايما المشروع اللي ياريت الاندي تعمل زي النادي الاهلي النادي الاهلي كتير قوي بيطلع لعيبة أنا الفترة اللي كنت مسك فيها كان عندي 18 اعارة و 12 لعيبة منهم مين؟ عبد المنعم والبدري ومحمد نصير يعني منهم ستة سبعة اللي بيلعبوا دلوقتي و 18 اعارة منهم الحناوي وسعداوي بتاع الجونة ولعيبة كتير يعني وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ولعيبة كتير قوي يعني وفخري والناس دي كلها فالفكرة جيدة قوي انك انت تقدر تلاعب ناشئين في الفترة اللي هي النادي الاهلي فيها في علوة كعب النادي الاهلي ماشي كويس تقييمك هي كابتل الدوري السندي؟ والله هشوف هتبقى يعني ان شاء الله يعني الدوري هيبقى فيه حسم في الفترات اللي فيه استقرار بمعنى؟ بذات استقرار للنادي الاهلي المطشط الصعبة اللي هي الضغط على النادي الاهلي مش من الاندي اللي بيحط همه على بطولة واحدة انت بتلعب على جميع كذا بطولة وحاجة تانية مهمة انك انت مش مطالب انك تاخد البطولات والناس تقولك انت هايل لا انك انت لما بتيجي تاخد بطولة بيبقى العادي بتاعك وما هي دي المشكلة الكبيرة اللي الناس لازم تعرفها انك انت بتفضل تكسب وتشتغل وتشتغل لما تتعدل مطشي قولك ايه اللي بيحصل قولك النادي الاهلي ليه نزل النادي الاهلي صرت منه المبراهنة وانت قلت ان احنا ده انا كان كويس وما كناش وحشين دي حقيقة تخيل الناس كلها عملته لما النادي الاهلي غالب مش معناها ان النادي الاهلي كان وحش الناس واخد على كده جمهور النادي الاهلي واخد على كده واخد على كده مزبوط احنا اللي اخدناه على كده مع النادي الاهلي ما ينفعش يتعادل ليه لانه انت بتربي لعبتك وهم صغيرين على انت لازم تكسب فقط وديم يخليك يحد الماء عشان كده بقولك الدربة اللي ما بت سمش بتقوي اللي بيحصل انت لما خسرت انت اللاعبة شافت الوجه الاخر بتاع الجمهور رغم ان جمهور النادي الاهلي مساند دائما عشان كده بقولك ده احسن الجمهور في مصر حقيقة طبعا ومن الجمهور اللي انا شايفه مخلص جدا لفرقته طبعا حتى الناس يقولك عليه ده ورا فرقته اه في اي حاجة وما بيعرفوش في الكورة لا الناس مش فاهمة يعني دايما يقولك على جمهور النادي الاهلي كتير وهم ورا نادي ومخلصوا لا جمهور النادي بيفهم في الكورة قوي بس هو بيفهم ازاي يعلل عابته وازاي يرجع على عابته لانه احنا دايما بيقوله على جمهور النادي الاهلي اللعب رقم واحد في الجمهور برا اللعب رقم ١ دايما يقوله كده لا انا بقول الجمهور الاهلي اللعب رقم واحد لانه بيعرف امت محتاجك انت محتاجه بيوقف جنبك وبيعرف امت النادي محتاجه وبيوقف جنبه يعني انت قديك شفت مواقف كتير قوي عمرت على النادي الاهلي جمهوره هو اللي بيسنده حاجة تانية مهمة بيبقى فخر برا انت شوف جمهور النادي الاهلي برا عامل ازاي وانت بتروح تلعب بطولات وانت رحت يا كبتن اسلام اليابان وراحت وراحت شفت جمهور النادي الاهلي بيبقى عامل ازاي وعلشان كده جمهور النادي الاهلي يواخد على المكسل فالأيام اللي جاية ان شاء الله لعبة النادي الاهلي وبالنسبة للدوري نصبر شوية بس نعدي دور الفترة صعبة لانها فترة صعبة للغاية اغاية ماشي السنغال المطشين بتوع المنتخب فترة صعبة جدا على النادي الاهلي وعلى القرى المصرية فالفترة دي ان شاء الله نعدي منها هيبقى في استكرار مش هيبقى قدامك كلا ايه المباراة اللي هي بتاعة افريقيا الزاب والعودة ويبقى عندك المباراة الدوري بس يا رب يكون مباراة الدوري مش مؤجل منها كتير ايه مفاجئات الدوري من وجهة نظرك السنة دي بالوقت يعني يعني شوف انا شايف انه البداية بتاعة بيرمز بداية اقوى من السن اللي فاتت السموحة برضو ماشي بطريقة كويسة يعني رغم انه لعب مباراة زيادة بس لعب مباراة زيادة عن الفرق ولكن افضل كتير او بداية كويسة قوي اللي شايف كمان التام المصطفى والمقصة رغم ان هما يعني انا شايف ان هما يعني ما عندوش لعبة خالص الله يكون في عونه يعني ولكن اهو اهو ماشي بطريقة كويسة يمكن اللي انا شايفه اللي مش في مكانه اللي اتحاد اللي اتحاد لازم بمجموعة لعبته لازم يبقى افضل من كده كتير يعني دي انا شايف انها مفاجئة لازم اللي اتحاد بالمجموعة اللي عنده تبقى ترتيبه دائما يبقى افضل من كده يعني ما المفترض اللي انا من وجهة نظري اللعيبة الاهلي والزمالك وبرامت هم الفرق اللي فيها اللعيبة الكويسة قوي ويدخل معهم في يوتشار دلوقتي وانا شايف ان الاتحاد برضو يخش معهم في العناصر المصري برضو عناصر كويسة لكن اللي انا زيارك معي الجيش عناصر كويسة جد اه انا اللي صعفان علي جدا الاسماعيلي يعني الاسماعيلي انا من وجهة نظري انه لازم له وقفة بس وقفة منين بقى منهم هم لان انا شايف طول الوقت ان هم بيرموا يعني اخطاقهم على اشياء اخرى لأ الملعب عندك عندك مشكلة استر ان النهاردة كسب اه بقى ستة بونت اه النهاردة كسب سروميكا اول فوز لي يعني وبالتالي الدنيا مولعة بينك تحت يعني يعني لأ يعني انا شايف انه انه لأول مرة الدور ده وهتفتكر كلامي هيتحسم الصراع اللي تحت هتحسم بدري هيتحسم بدري قوي اللي تحت اللي تحت يعني التلات فرق هيتعرفوا هينزلوا هيبقى فاضل حوالي مثلا ايه سبع تمن أسابيع او ست اه او ست أسابيع وتبصت لقيهم تحت خلاص انتهوا الصراع اللي هيبقى فين اللي هيبقى على المراكز اللي هي التالت والرابع لكن الاول والتاني ان شاء الله هيتحسم في اخر تلات اربع أسابيع اه ده من وجهة نظر يعني خلاص انت لا انا شفتها انا مرة انا مرة صحيط عليها لا شوف انا اعز اقولك حاجة انا بتكلم على قوة الفرق انا شايف ان القوة الفرق تحت في فرقتين محسومين بس مش اقولك مين محسومين محسومين لا لا مش اقولك مين عشان ما ينفعش بس محسومين محسومين اللي نزلين في فرقة تالتة برضو انا صعبان علي لو نزلت تبقى مشكلة كبيرة ما قولي اه فيه والاسماعيلي اه انا خاف عليهم انا خاف عليهم جدا يعني انا ما اتمناش ان يحصل كده ولكن بخاف عليهم لانه ماشي وحش قوي لكن انا بتكلم في الحسم هيبقى فيه تلت فرق انتهوا يعني بدري 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 اه لكن الحتة حسم الدوري ان شاء الله النادي الاقل يحسموا قبلها بأسبوع يا رب نتمنى يا رب بكل التوفيق انا بشكرك جدا يا كابتن عادل استفدنا بموجودك معاني شكرا جزيلا الكبير كابتن عادل عبدالرحمن هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت وحنتكلم ايضا عن مباراة فرق وكيف يستطيع نادي الاهلي الفوز على فريق فرق وبكرة ان شاء الله